السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طلبات الشهادة الادة دية ان شاء الله نبدأ معكم النهاردة محافظة جديدة محافظة محافظة بنسويف نبدأ ان شاء الله بيها اول حاجة اكمل او اختر الاجابات من بين الاكواس طبعا قبل ما نبدأ برضو هنقول لكم ما شاركش معنا في قناتنا يشترك ويختار الكل ويختار وضع الجرس ويختار كله ان شاء الله عشان يوصليه كل جديد ان شاء الله قربنا نخلص توامل محافظة بتاع العلوم اللي موجودة في كتاب الامتحان ان شاء الله طبعا في بعض ناس بيطلوبوا محافظات مش موجودة عندي اللي عاوز اي محافظة يصورها ويباعدها لي اي محافظة عندكم صوروه لو انتم عندكم المراسجات النائية اللي مش لقيها عندنا في محافظة ضميات اللاسف اللي عنده اي محافظات وعايز يحلها يبعتها يبعتها يصورها بدي اف ويبعتها لي عشان اطباعها اللي عنده ايوم حافظة وعايز يحلها يبعتها بدي اف وانا ابدأ اه شغالها وحلها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ازا كان عدد الكرمسمات في الخلية الجسدية اتنين ان في ان عددها في الخلية التناسلية اتنين ان ايضا تناسلية يعني ايه يعني المبيض او الخصي عددها اتنين ان برضو. ستة واربعين كورو مصور. طيب. ازا سقطة شوها ضوء على سطح المرآة مستوية وانعكسها كما بالشكل. تمام? سقطة فانعكسها. تمام. فان زاوية سقوته بتساوي. زاوية سقوته هتساوي ايه? طبعا هنعمل عمود مقام كده. اسهل طريقة. اهي. يعني زاوية دي تسعين يا مستر. اه. خدوا بالكم. هو عاوز ايه? فان زاوية السقوت. هنا تسعين. خلاص. اه من مية واربعين هتبقى خمسين. بزاوية الناكاس. ازا زاوية السقوت هتبقى كان خمسين. ركزوا. طيب. القطعة الضوئية التي تكون صورة معكوسة الوضع ومساوية الجسم الاصلي. كلمة معكوسة. يبقى مرآة مستوية وانت مغملة. وانت مغملة. طبقا لنظرية الانفجار العظيم. كانت نسبة غاز الهليام الى غاز الهيدروجين طبعا خمسة وعشرين لخمسة وسبعين. اختصر. اختصر على خمسة وعشرين فيها الواحدة. على خمسة وعشرين فيها التلاتة. ازا نواحد الى ايه? الى تلاتة. نكمل. الحاجات المحتاجة كلام كتير. هنخلصها بسرعة عشان وقت. عشان وقت الفيديو. لان في ناس برضو ايه? يعني برض اه. ما بتبقاش عايزها الفيديو طويل يعني. معنى صح. الشكل بياني المقابل يعبر عن العلاقة البيانية بين السرعة وزمن. تمام. سرعة وزمن. طبعا انا عندي السرعة سبتة. ازا انا هتبقى منتظم على طول مدارة المفكر هو عاوز يقول ايه? خلاص? عشان الوقت. اه من نتائج المترتبة لفقد السودين لحرارته تدريجيا بالنسبة لحجمه. يتقلص حجمه. يتقلص. يتقلص حجمه. خلاص? وتزداد سرعته حول محوره. وتزداد سرعته حول نفسه او حول ايه? محوره. حركة الجسم بحيث يتم دورة كاملة بالنسبة للازاح. الازاحة تبقى صفر على طول. طبعا لف دايلة كاملة. خلاص? او مشى بطريق معين. يبقى ايه? الازاحة صفر. سقوط شعاع ضوئي موازيا للمحور اصلي لمرأة. بالنسبة للمصارب بتاعه. طبعا يعني عكس مرا بالبقرة الاصلي. يعني عكس مرا بالبقرة الاصلية. يعني عكس مرا بالبقرة الاصلي. ما المقصود بكل مما ياتي المركز البصري? طبعا نقطة وهمية. نقطة وهمية. رقم واحد. ما المقصود بكل من المركز البصري? هنقول نقطة وهمية. نقطة وهمية. تتوسط العدسة. ايا كانت بقى محدبة او ايه? او مقعر. عملية الاخصاب هي عملية اندماج. اندماج. مشيج مذكر. مشيج مذكر. مع مشيج مؤنس. ليعطي الزيجوت. لو حابت اقول مشيج مذكر بيه نص المادة الورصية. مع مشيج مؤنس بيه نص المادة الورصية. ليعطي الزيجوت. مادة ورصية ايه? كاملة. مادة ورصية كاملة. خلاص يبقى اجابة نموزاجية طبعا. تمام? يلا. بينا اكتب المفهوم العلمي. السؤال الرقم اتنين اكتب المفهوم العلمي. نكتب المفهوم العلمي رقم واحد تحت وكل. تحت وعلى كل النجوم التي نراها مجر الدرب التبانة. مجر الدرب التبانة. طبعا انا ما اقولتش مجر ليه لان الا التي نراها في السماء ليلا. يبقى المجر بتاعتنا. المسافة بين البقرة الاصلية لمرأة. بقرة اصلية. وقطبها البعد البقري. البعد البقري. سرعة جسم متحرج بالنسبة للمراكب. السرعة النسبية. السرعة النسبية. كلام ليه مش محتاج كلام كتير. من مشيه بسرعة. الطور اللازي تستعد فيه لخليها الدخول في عملية انقسام. الطور البيني. الطور البيني. اللي بيتضاعف فيه المادة الورصية. السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم اقطع مسافات متساوية في ازمينها متساوية. السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة. يعني المسافة الكلية على زمنة كلية لها تعريف اخر وهو السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها. الهايدرة ونجم البحر من حيث تركض التكاصر بكل من هما. الهايدرة طبعا عندنا عن طريق التبرام. تبرام. نجم البحر عن طريق التجدد. عن طريق التجدد. المشيج المذكر ومشيج المؤنس من حيث نسال لكل من هما. المشيج المذكر طبعا الخصية الخصية. المشيج المذكر اللي هو الحيوان المنوي. الحيوان المنوي في الحيوان والانسان وحبة اللقاح. طبعا المشيج المؤنس اللي هي البويضة في كل من نباته انسان وحياة. البويضة في الثلاثة. بويضة في الثلاثة. الصورة التقديرية والصورة الحقيقية من حيث كونوها مقلوبة او معتدلة. دائما التقديرية بتبقى ايه? معتدلة. معتدلة. طيب الصورة الحقيقية دائما مقلوبة. توأمها يعني. الشكل المقابل يوضح حل الجسم بدأ احرقته شمالا من من الف الى باء ثم من باء الى جيم. اكتب لي اربعين متر في ثلاث سواني وتلاثين متر في آآ ثانية واحدة. طبعا هيطلب مني الصورة القياسية وصورة متجهة. الصورة القياسية عبارة عن ايه الصورة القياسية? لو نكتبقى بقى هنا بصورة الصورة القياسية عبارة عن المسافة كلية على زمن الكل. يبقى الصورة القياسية المسألة او السؤال رقم اتنين جيم. السؤال اتنين جيم. الصورة او قياسية الصورة او قياسية ايه ساول مسافة الكلية على الزمن الكل. مسافة الكلية على الزمن الكلية. طب المسافة الكلية كام? المسافة الكلية هنقول اربعين زائد 30 40 زائد 30 يعني 70 على 3 زائد ايه اتنين على 3 زائد اتنين يبقى الوقت هنا هو 70 على كام على 5 طبعا فيها ادى الواحد عشرين اربعتاشر يبقى اربعتاشر ايه متر على ايه السنة طيب انا عاوز اجيب السرعة المتجهة يبقى لازم اجيب الازاح طيب الازاح اجيبها ازاي اكثر خط مستقيم بين نقطة البداية ونقطة ايه النهاية خلاص يبقى الازاحة اتجاهها كده وبنجيبها 30 40 50 في سا غورس على طول في سا غورس يعني نجيبها كده في سا غورس على طول اه في سا غورس بتتحسر 30 40 اعلى 3 اربعة خمس خلاص يبقى السرعة المتجهة الازاحة كلية على الزمن الكل يبقى السرعة المتجهة عبارة عن الازاحة الازاحة على الزمن الكل الازاحة كم يا ولاد طالع على السا خمسين حالة على الزمن هو هو خمس ومساوي عشرة متر على ايه على السا مسألة حلوة وفكرتها جميلة نيجي هنا للسؤال اللي بعد كده اكمل العبارات يقع مركز يقع مركز تكور المرآة المحدبة نقطة السطح العك ايه المرآة المحدبة طبعا احنا عندنا المرآة المقعارة اهيت خلاص بيقول لي مركز التكور امامه امام السطح العك طيب الاستاذة التانية دي اهيت خلاص طبعا هنا هو السطح الايه العكس برة تمام يبقى يقع مركز تكور المرآة المحدبة نقط خدوا بالكم في هنا هو بيه وين ايه مين تمام يبقى كده بحيث يمر كزا يبقى تبقى خلف السطح العكس خلف السطح العكس بعض الجسم دي مرآة محدبة تمام لكن هنا المرآة المقعارة بيبقى امام السطح العكس بعض الجسم عن مرآة مستوية بيساوي نقط بعضه عن صورته بعض الجسم عن مرآة مستوية ادي مرآة مستوية لما يجي اي مساء لزادية يستحسن رسمها هنشتغلش بالزاكرة الجسم اهو الصورة اهي ركزوا بقى نشوف السؤال بيقول ايه هنا جسم وهنا ايه صورة براها خالصة مصر بعض الجسم ادي الجسم اهو عن مرآة مستوية بيساوي نقط بعضه عن صورته يبقى بيساوي ايه المسافة دي بعد الجسم عن المرآة المستوية اهي المسافة اهي بيساوي نقط بعضه عن صورته يعني هيساوي نص بعداته بعده يبقى بعد الجسم عن مرآة مستوية بيساوي يطرى بعضه نفسه عن صورته يعني ايه يعني قدوا قد ايه مرتين ولا مرة ولا نص مرة نرسمها تاني ونشوف ايه نوع الورقة دي هاي لان يا جماعة في بعض حاجات في بعض طلبة ومدرسين بصراحة اه ما اناش عايز اقول استزراف لان الاستزراف بيبقى وحش وبيخقوا في حق مدرس يتكلم عن مدرس زميله بالطريقة دي يعني ادي المراية هاي وبعدين حكاية اه ما احترمنا الموجهين لو سمحتم بلاش الهاء الغائب والهاء الهاء الضمير ده في حل مسائل تلتة اعداد ملاهاش لازمة خلي كلامنا واضح هو حرام مما اقول الكلام مباشر هو حرام مش حرام ده الجسم اهو شوفوا كده نفسره بعد الجسم عن مرآة اهو هو المفروض بيساوي بعد الصورة عن المراية ادي الصورة اهي طب نشوف الاستاذ عاوز ايه بعد الجسم عن مراية مستوية ادي المراية المستوية بيساوي ايه بيساوي نقط بعضه عن صورته بيساوي ايه بعضه عن صورته يبقى دي بيساوي نص المسافة دي كلها لان صورته كلها قد دي مرتين لان دي لو تلاتة متر يبقى دي ايه تلاتة متر خلاص لو فيه ايه اخطاء اقولوا عشان ايه معليش خبرة تلاتين سنة منش يعني ايه مش هتكلم كتير في الحتة دي الرجم السادة الموجهين بلاش اللهب بالالفظة ما هنجي نحطها يسئل خلاص يبقى بعد الجسم عن المراية بيساوي صورته بعد صورته عن المراية الجسم عن الصورة بتاعته خلاص قد الايه بعد عن المراية المستوية مرتين يبقى بيساوي النص يبقى التلاتين بيساوي ايه نص الستين للمسافة بين الجسم ويه ايه تلاتة لو انه عملت دي تلاتة متر خلاص يبقى ستة متر المسافة من الجسم وصورته يبقى بعد الجسم عن المراية المستوية اللي هي تلاتة متر بتساوي ايه بتساوي نص بعضه عن صورته صورته اللي موجودة هاي يبقى بعد الجسم عن الصورة قد بعد الجسم عن ايه المراية مرتين يبقى النص في الطور نقط من القسام الميتوزي تحدث مجموعة من التغيرات العكسية الطور النهائي الطور النهائي اللي بيحدث فيها علاقات عكسية كتير أربع حاجات ما حدث في الطور التمييدة يحدث عكسه في الطور النهائي تحدث ظاهرة نقط في نهاية الطور التمييدة من قسام مايوز الأول ظاهرة العبور إذا بدأ الجسم حرقته من السكون فإن هذا يعني أن سرعته الابتدائية بالسوء صفر عندي الشكل المقابل ادرس الشكل المقابل والذي يمثل حركة جسم ثم أجب عميات مع قيمة العجلة التي تتحرك بها الجسم لفترة ألف باء طيب أجيب العجلة إزاي؟ هنقسم 60 على إيه 3 60 على 3 يبقى نقول العجلة 60 على إيه 3 فيها إيه 20 متر على إيه ثانية تربيه ثانية مصدر ممكن نعمل كده ها وقال مقابل أهو 60 على مجاور اللي هي 30 اللي هي 3 يبقى 30 على الستة فلعشان متر على الثانية إيه؟ تربية وحدة القياس مهم ما ينقل عجلة التي تتحرك بها الجسم جيمدال تناقصية تناقصية مع قيمة الفترة الزمنية التي تتحرك بها الجسم بعجلة صفر أو قيمة الزمنية يعني عايز الزمن اللي تحت ده يبقى نقول 5 ناقص 3 5 ناقص 3 يعني يساوي إيه؟ 2 ثانية ثانيتين ادرس الشكل المقابل والذي يمثل أحد أطور انقسام الخلوي ثم أجب عميات طبعا ده الانقسام الانفصالي أو الثور الانفصالي من نتائج المترتبة على انكماش خيوة المغزل في الثور الموضح إيه اللي يحصل؟ هنقول جذب جذب الايه؟ الكروماتيد الكروماتيد لأعلى ولأسفل ما أهم الطيارات التي تتحدث الثور الذي يسبقه؟ كان قبل كده إيه؟ طنق إيه اللي هيحصل قبل ديه؟ كان قبل كده هاه تنتظم الكروموسومات في خط استواء واحد يبقى كان الطور الاستوائي يبقى الذي يسبقه سؤال حلو يبقى الوقت هنا هاه هنقول له تنتظم الكروموسومات في خط استواء واحد اللي هو الطور الاستواء الطور الاستواء غرفة منين يا مصدر؟ من انقسام الكروموسومات لأعلى ولأسفل لو كان كرموسومات كاملة كانت طور الانفصال في المايوز الأول خلاص ما كانش هيبقى فيه تنظيم في خط السواء واحد كان يبقى فيه خطين واحدة قياس المسافة المتر تتكاثر بعض النباتات تكاثرا خضريا بواسطة جزء من برعم أو جزء من ساق أو جزء من نبات به برعم يتكون كرموسوم كيميائيا من حمض نووي وبروتين استغل العالم مولتين ظاهرة انفجار في وضع افتراضاته لكيفية نشأة المجموعة الشمسية طبعا العالم اللي استغل هذه الظاهرة والعالم فريد هول بتاع النظرية الحديث إذا كانت السرعة المنتظمة للسيارة بالسوى 25 متر على الثانية فاذا يعني اننا نتحرك بسرعة 72 كم لا طبعا هتبقى 90 كم على الساعة ولذلك فيه حاجتنا عندنا بسرعة نقولهم 72 بتبقى 20 72 كم على الساعة بتبقى 20 متر على الثانية 90 كم على الساعة بتديني 25 متر على متر على الثانية نتأكد أولاد كده 90 في 1000 هتقول في 5 على 18 ما بحبش طريقة الملخصات يبقى 90 في 1000 عشان نفكي كم على 60 في 60 خلص صفر مع صفر صفر مع صفر 36 ديت الخلاصة بتاعتها 36 في الواحدة 9 في الاربعة الاربعة في الواحدة الاربعة في الخمسة وعشرين يبقى 25 متر على ايه السانية يبقى دي الإجابة صح كده اعلل الكتلة كمية فيزيائية قياسية لأنه يلزم لمعرفتها المقدار فقط استخدام عدسة محدبة لتصحيح طول النظر لماذا العدسة المحدبة بتجمع خلاص يبقى لتجميع لتجميع الأشعة قبل سقطها على العين فتسقط على الشبكية فترى العين بصورة صحيحة في التقاصل اللاجنسي تكون صفات الناس المطابقة للفرد الأبوي لأنه ناتج من فرد أبوي واحد تيب التقاصل اللاجنسي ناتج من فرد أبوي ايه؟ واحد نيجي آخر حاجة آخر سؤال ادرس الشكل المقابل ثم اجب عما ياتي أكمل مسار الأشعة المكونة للصورة الجسم لو بصينا كويس أولا هو عامل لي الجسم الجسم عند مركز التقاور طول الصورة لازم يطلع اتنين سنطي بالزبط اتنين سنطي ركزوا في القواعد اللي قلناه ونبص على الحلقات الموجودة على اليوتيوب على قناة مصطفى رجب خبير العلوم شرح الحلقات دي كلها يبقى طول الصورة لازم تساوي صورة الجسم تتكون الصورة على بعد على بعد نقط من المركز البصر أولا البقر خمس يبقى هنا خمسة سنط يبقى هنا خمسة سنطي هنا خمسة سنط نشوف سؤال الأستاذ بقى تتكون الصورة على بعد نقط سنطي من المركز البصري طبعا هتتكون على بعد عشرة سنطي من المركز البصري وطبعا بيقول لأكمل مصار الشعاء موازن محور أصلي ينكسر مارا بالبقرة الأصلية أهو الشعاء الثاني مارا بالمركز البصري يسير على استقامته ليلاقي الشعاء الأول في نقطة هذه النقطة هي الصورة اللي عندنا طب لو قال الخصائص بتاعتها هنقول الصورة حقيقية مقلوبة سنك يا صورة مساوية للجسم عنوانك يا صورة طقع عند مركز التقاوم ده كان آخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم نضغط على الجرس نشارك زميلنا الفيديوهات عشان يوصل لنا كل جديد وإن شاء الله نتواصل سويا ونكمل بقية المحافظات ومطلوب الناس اللي معايا على الواتس اللي بتطلب حل محافظات معينة ابعتوا زي ما قلت في بداية الفيديو ابعتوا المحافظات اللي انتو عاوزين تبعتوها ان شاء الله ونحلها لكم على طول اعملها بدي اف بس ابعتوها لبدي اف عشان اطبعها وطلعها لكم ان شاء الله ونبدأ نحلها مع بعض مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة ضميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته